بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه حياكم الله وأهلا وسهلا بكم إخواني الطلاب وأخواتي الطالبات في التعليم المستمر للصف الأول الابتدائي لمادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية أجدد بكم الترحيب مرة أخرى في هذا الدرس والذي سيكون بإذن الله تعالى عن درس جديد ألا وهو درس صفة لباس النبي صلى الله عليه وسلم ودعونا الآن إخواني وأخواتي نبدأ في هذا الدرس وهنا نتحدث عن صفة لباس نبينا عليه الصلاة والسلام ونحن نتعلم وندرس سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في لباسه في أكله في شربه في طريقة كلامه في طريقة معاملته في صفاته الخلقية والخلقية كل هذا لنقتدي به عليه الصلاة والسلام لأنه قدوتنا الأول صلوات ربي وسلامه عليه وقبل أن نبدأ في التعرف على صفة لباس النبي عليه الصلاة والسلام نطرح هذا السؤال أو هذا التساؤل أقول أكتب أوصاف اللباس الذي أحب أن ألبسه نريد الآن أن نكتب صفات اللباس الذي نحب أن نلبسه فنقول ماذا؟ أحسنتم نعم نقول نحب أن نلبس الزي الرسمي السعودي ويكون لبسنا نظيف ومتواضع ليس فيه تكلف ولا مبالغة إذن الإنسان ينبغي أن يكون لباسه نظيفا ومتواضعا وكلنا يحب هذا الشيء ولأننا نحب النبي عليه الصلاة والسلام سنتعرف على أوصاف لباسه صلوات ربي وسلامه عليه لباس النبي عليه الصلاة والسلام عدة صفات من أبرز هذه الصفات النظافة فلباس نبينا صلوات ربي وسلامه عليه كان يمتاز بالنظافة وكان النبي يحرص على هذا أشد الحرص لذلك كانت ثيابه نظيفة ولم يكتفي بذلك بأن تكون لباسه نظيفة بل كان يأمر أصحابه بذلك خاصة فإذا رأى أن أحد الصحابة لباسه ليست نظيفة كان يأمره بأن ينظف ملابسه ويدل لهذا ما ذكره جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرا في منزلنا فرأى رجلا عليه ثياب وسخة فقال أما كان يجد هذا ما يغسل به ثوبة إذن النبي لما رأى هذا الرجل على حاله من الثياب الوسخة أنكر عليه وأمره أن يغسل ثيابه إذن يدل هذا على أن النبي كان يحرص على نظافة الثياب يحرص على نظافة الثياب أيضا من صفات لباس النبي عليه الصلاة والسلام التواضع ونبينا عليه الصلاة والسلام كان متواضعا في لباسه فكان يلبس ما تيسر من الثياب فقد لبس من الثياب الغليظ ولبس من الثياب القطن ولبس الصوف وكل هذا دليل على أن النبي كان متواضعا في لباسه فلم يكن يقصد لبسا بعينه وإنما كان يلبس ما تيسر إن أتى اللباس الغليظ لبسه اللباس الخفيف لبسه إن كان من قطن لبسه إن كان من صوف لبسه المهم أن يكون متواضعا ونظيفا وكان نبينا عليه الصلاة والسلام ينهى عن ألبسة الشهرة ومعنى ألبسة الشهرة أن يلبس الإنسان شيئا يتميز به عن غيره من الناس بحيث يكون محط أنظار الناس حينما يخرج بينهم وهذا اللباس الذي بهذا الوصف قد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام فقد نهى عن ألبسة الشهرة فالذي ينبغي أن يلبس الإنسان ما يلبسه أهل بلده وأهل مدينته ولا يتميز عنهم بلباس يختلف أو لباس يتميز أيضا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن اللباس الذي يكون فيه تشبها بالكفار وعن اللباس الذي فيه كبر أو غرور كل هذه قد نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام ومما يدل على تواضع النبي عليه الصلاة والسلام في لباسه أنه لبس الغليظ والخشن من الثياب فقد روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب غليظ فجاء رجل فسحب ثوبه بشدة حتى نظرت إلى كتف رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثر بها الثوب ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك ثم أمر له بمال فأعطاه إياه الشاهد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قد لبس الثوب الغليظ وهذا دليل على تواضع النبي عليه الصلاة والسلام في لباسه الآن نتكلم عن الألوان التي كان يفضلها النبي عليه الصلاة والسلام في لباسه اللون الذي كان يفضله النبي عليه الصلاة والسلام هو اللون الأبيض فالنبي كان يحرص على أن تكون ثيابه ذات لون أبيض والنبي عليه الصلاة والسلام لحبه لهذا اللون أمر بتكفين الأموات فيه وهذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص على أن يلبس اللون الأبيض ومعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص على اللون الأبيض لا يعني هذا أنه لم يلبس غيره من الألوان بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قد لبس الأسود والأحمر والأخضر ولكن هذه الألوان كانت مخططة وليست لون كاملا من الأسود أو الأحمر أو الأخضر بل كانت مخططة بألوان أخرى وهذا دليل على أن الأصل للإنسان في اللباس الإباحة يدل على أنه يجوز للإنسان أن يلبس ما شاء بشرط أن لا يكون لباس شهرة وأن لا يكون فيه تشبه بالكفار وأن لا يكون فيه كبر ولا غرور ويفضل للإنسان أن يحرص على الثوب الأبيض أو اللون الأبيض اقتداءا برسولنا عليه الصلاة والسلام الآن نأتي إلى هذا النشاط ونفكر فيه قليلا على ما يدل ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حينما سحب الأعرابي ثوبه يدل هذا على أحسنتم على تواضع النبي صلوات ربي وسلامه عليه الآن نتعرف على كيفية لبس النبي صلى الله عليه وسلم بماذا كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس ثوبه النبي إذا لبس ثوبه أو رداءه كان يبدأ بشقه الأيمن كان يبدأ بشقه الأيمن فإذا كان الرداء يلبس من الجهتين يعني لا بد أن تبدأ بجهة ثم الجهة الأخرى فالأفضل أن تبدأ بالشق الأيمن لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك وإذا أراد أن يخلع هذا الثوب أو الرداء بدأ بشقه الأيسر بدأ بشقه الأيسر وهذه من السنن التي ينبغي أن نحرص عليها أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل هذا في لبسه للنعال فكان إذا لبس نعله بدأ برجله اليمنى وإذا خلع نعله بدأ برجله اليسر وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس الرجل نعلا في إحدى قدميه دون الأخرى بمعنى أن تلبس نعلة واحدة دون الأخرى رجل فيها نعل والأخرى ليس فيها شيء فهذا منهي عنه قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك إذن من السنة إذا لبست النعال أن تبدأ باليمين وإذا أردت خلع النعال أن تبدأ باليسار وأيضا لا يجوز لك أن تلبس نعلة وتترك الأخرى فهذا منهي عنه الآن ننتقل إخواني وأخواتي إلى هذا الدعاء والذي نريد أن نحفظه جيدا وهذا الدعاء يقال إذا لبس الإنسان ثوبا جديدا إذا لبست ثوبا جديدا فقل هذا الدعاء اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام والدعاء يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له إذن نعيد هذا الدعاء اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له إذن يحفظ هذا الدعاء جيدا ويقال عند لبس الثوب الجديد إذن نلخص ما تعلمنا في هذا الدرس تعلمنا في هذا الدرس أن من أوصاف لباس النبي عليه الصلاة والسلام النظافة وكذلك من صفات لباسه التواضع أيضا تعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفضل اللون الأبيض في اللباس ننتقل الآن إلى هذه المعلومة الإثرائية والتي تتحدث عن ألبسة الرجال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هنا نلاحظ الصورة التي أمامكم فهذه من الألبسة التي كانت تلبس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ففي الأعلى المرقمة برقم واحد هذه كانت تسمى قلنصوة وأما الرقم إثنان فكانت تسمى عمامة ورقم ثلاثة كانت تسمى عذبة تسمى عذبة ورقم أربعة كانت تسمى بردة مقلمة بردة مقلمة أو تسمى بشملة وأما الرقم خمسة فكانت تسمى جبة تسمى بالجبة ورقم ستة كانت تسمى طميصا ورقم سبعة تسمى بالسراويل ورقم ثمانية يسمى خف ولعل بعض هذه الألبسة موجودة في عهدنا وبعضها ربما قد اندثر وهذه فقط فائدة يستفيد منها الإنسان ويتعرف على الألبسة التي كانت تلبس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ننتقل الآن إخواني وأخواتي إلى التقويم ونتشارك سويا في حله نذكر صفتين من صفات لباس النبي عليه الصلاة والسلام الأول أحسنتم النظافة والثاني هو التواضع ننتقل للسؤال الثاني أختار الإجابة الصحيحة برسم علامة صح لبس الحرير محرم على الرجال والنساء أو النساء أو الرجال الجواب أحسنتم محرم على الرجال لون اللباس الذي يكفن فيه الأموات الأبيض الأخضر الأحمر أحسنتم نعم هو الأبيض السؤال الأخير نذكر مثالا على ما يأتي تواضع النبي صلى الله عليه وسلم في لباسه أحسنتم أنه لبس الثوب الخش وذلك في حديث أنس حينما كان يمشي مع النبي عليه الصلاة والسلام عليه ثوب غليظ فجاءه الأعرابي فشده إلى آخر الحديث الفقر الأخيرة إنايته صلى الله عليه وسلم بنظافة الملبس يدل عليها أحسنتم أنه عليه الصلاة والسلام كان يأمر أصحابه دائما بأن تكون ثيابهم نظيفة إذن إخواني وأخواتي بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام درسنا وبإذن الله تعالى نلتقيكم في دروس قادمة وأنتم في أتم صحة وعافية نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته